هل هنشوف الفترة اللي جاية كل اللي بيحكي في مطشطة الاهل والزمالك تحديد هم حكام دوليين ولا هي الحكام الاسماء اللي انا قلت لك عليها دايات اللي ممكن بيبقواش نجوم ساحة يعني هم مميزين بس مش نجوم ساحة يعني يبقوا موجودين في مطشطة الاهل والزمالك لا لا طبعا هبقى فيه موجود حكام مش دوليين هيبقى موجودين الاهل والزمالك عادي اه طبعا اه الصخاطنا فيهم كبيرة وبيقدوا مطشطة على اعلى مستوى ها هل ده في الاول ولا لما الدنيا تسخن تقول لا خلاص ادي بقى دولين عشان ما وجع الدماغ انت عارف الكسة دي منمش فيها على طول يقولك ادي دولين بقى وخلاص لا 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 اما هو في الاول وفي الاخر انت عايز تعمل حاجة صح ما كانش يبقى عندك من الجراءة والقوة انك تلعبه هيلعب انت يبقى هو اللي يصلح اصلا اه خلاص اه يعني مش عارض افسر له ماتش معين عشان هو يلعبه بالزلط يعني في الاول وفي الاخر الاخطاء موجودة يعني في الاول وفي الاخر ممكن الكبير يخطأ طب بتدي برضه فرصة التانية حتى لو في خطأ هتبقى مقبولة حتى انت بتعدى حكم بيلعب منشات كبيرة طيب كانت انفروع كلمك بصراحة لما يبقى فيه اخطاء تلاقي دايما ومشعة في نفسي يعني كل الناس تبدأ تهاجم لاجنة الحكام وتهاجم الحكام نفسهم لما يبقى فيه اخطاء هل لما انتوا بدأتوا كده في اول اسبوع اول اسبوعين والدنيا ماشية كويس حسيتوا انه الناس راضية والناس مبسوطة من اداء الحكام كتير يا كابتن الناس كتير جدا مبسوطة بس فيه برضه بعض الارائي اللي ممكن يعني الناس بتقولها يعني حتى مسيرة للجدد يعني انا اسمحت حاجة يقولك ده محمود البنة كان في ماتش برامز والزمالك وتغيروا جوه بسيوني طبعا كلام ما حصلش تماما خالص يعني ما فيش كلام ده عشان ساحة قالت خالص يا كابتن ولو حصل كده نطلع نقول بسيوني عارف ان هو عنده ماتش من اربعة ايام وبيجهز للمباراة وهدى مباراة رائعة كان نجمل مباراة طب احنا ليه بنشكك في النجاح ليه بنحاول نحط حاجة كده عشان تعملنا مشكلة ده في الاخر التحكيم ده جزء من المنظومة نجاح ونجاح الاندية نجاح الرياضة في مصر يعني لازم اللي بيحب البلد بجد لازم يكون حريص على كل كلمة بيقولها للأسف الشديد انت ما تنتقدني انتقد للمصلحة العامة صح لك تنجح للجنة تنجح للتحاد لكن النقد للمصلحة الشخصية او النقد للتحريط لا ما ده احنا هنا ده ما اسموش نقد يعني ده اسمو كذب تضليل ده حاجة تانية للأسف الشديد ده تضليل لكن لما أنا بس اطلع اقوله والله الحاكم النهاردة كان فيه ضربة جزاء وضوح الشمس واخطأ وازاي يعمل كده ده اسمه نقد انه يا جماعة ده مشكلة ما تعملش كده ده حاجة واضحة وضوح الشمس لكن ما ده تقوله انه فيه الحاكم يتغير والمعلومة تبقى الصحيح هيبقى هنا غرض لا او غيره غيره يا كبت يعني انا عايز اقول احنا احنا بلد في مؤسسة صح فلازم اللي بيحب بلده فعلا بيجد وعاوز بيخاف على بلده صح لازم ينتقد للمصلحة العامة بالزبط لكن انا اطلع انتقد في اي حتة لمصلحتي او انتقد لغرض معين او للتحريط اللي هو عصير الجدل وخلاص عشان ده مش مطلوب انا ليه سألتك السؤال ده يا كابتن فاروق عشان انا عايز اقولك انه طعم الاشهادات حلوة برضو يعني انا عايز الحكام بتوعنا زي ما هما بيزعلوا قوي لما الناس بتهاجمهم وتنتقدهم يعرفوا برضو ان هما بيركزوا وبيشتغلوا الناس بتشيد طول الوقت يا كابتن ده انا عايز اقولك الحاجة كمان يعني انت ما تقولي عندي خطأ في مطشو اتنين وتقى ما فيش مشكلة طب ليه مثلا الجوانب الايجابية ليه الناس ما بيتركز عليها يعني الحكام بتوعنا بيطلعوا يلعبوا وبيروحوا بطولات عندنا حكم مصنف عندنا حكم ركز عالم عندنا ستة كانوا موجودون في البطولة العربية عندنا اربعة ستة راحين البطولة الافريقية هو ده مش نجاح للتحكيم ولا ده مثلا ما يبقى فيه نجاح لأ خلاص ما ناشدعوا ده مش تبع التحكيم يا جماعة لازم لازم يطيقوا الكلمة الناس تصدقوا اوزنها اوزنها عارف هاي المشكلة كده فيه انه دايما بنقولها هاي الجملة مشهورة يعني الحلقة الاضعف لو ايه عايزة عايزة اطلع النهاردة بس انا مش لقى حاجة جامدة كده عوضة هاجم فيها خش على الحكم بس انا عمري ما قلت الحلقة الاضعف انا دايما بقول هي الحلقة الاقوى لا اهي في المنظومة حرفين الحلقة الاقوى انا بتكلم عليها اعلاميا او جماهليا او اكتر حد بيتعرض للهجوم او للنقد الحكام يعني احمد حسان طه لسه جاي جواب ترشيحه لكاس العالم طبعا مساعدنا العظيم انا حتى ما شفتش حد طلع اشياد او اتكلم واللي قبله واللي قبله محمد معروف ياما جي من كاس العالم وغيره البنة ابراهيم امين الغندور محمود ناجم حكم نهاية البطولة هنا هاي ليه الناس ما طلعش تشيلوا ده احداث تمس التحكيم المصري ده نجاح للتحكيم نجاح للبلد نجاح للتحاد الكورة ليه دايما رايحين للهجوم للهجوم يعني عايزين لا خلاص احنا زي ما بقولك زي ما بقولك ان شاء الله بإذن الله يا رب يا رب وبعوض ادعي والله تحديدا في الحكام من الأمور السنينية تبقى هادية هادية دي مش معناها انه ما بقاش فيه اخطاء انا وانت فاقيبا كان فيه اخطاء انا وانت كلنا عارفين فيه اخطاء ودايما بلدي المسأ بالدورة الانجليزية والدورة الانجليزية ده وكاس العالم وكاس العالم كان فيه أخطاء وكتير كمان وفيه وجود الفار عشان الناس تقعد يقول لك إيه إنه قدام فيه فار ما يبقاش فيه أخطاء ما قال الفار بيقلل الأخطاء بس ما بيلايش لكن ما بيحيش الأخطاء طيب ومنازمة الفار النقل التلفزيوني السنة دي شايفين فيه تطور عظيم جدا آه طبعا جدا فاد الفار وفاد الحكام أكيد طبعا فاده انت شايف الصورة عاملة إزاي وشوف النقل عاملة إزاي وده يبقى ليه دور كبير جدا السنة دي عشان تبقى عارف هاي يعني هيبقى ليه دور كبير جدا يعني حتى زي ما تقول الدوري جميل بدأ ببداية مبشرة الحتة دي برضو من اللي زادت جمال أكتر أيوة تصوير رائع والشكل جميل وكل ده ده هنعكس طبعا على الأداء الحكام في الغرفة الجوة ممتاز دي من النقط المهمة جدا